اشتركوا في القناة يتقدمها الكتل السياسية واللي على اساسه يتم اختيار الكفوق والمقتدر على تنفيذ هذا البرنامج الحكومي هذا يصير على الاقل يكون بالدول اللي محترموا نفسها يكون اكو برنامج حكومي ورؤية وفق المعطيات اللي موجودة من خطط خمسية وعشرية وستراتيجية وخطط توصل للخمسة وعشرين عام وين بالدول اللي تحترم نفسها واللي يعمل السياسي بيها على مبدأ الوطنية بس احنا خلونا وين الثلث المعطل وين الاغلبية السياسية وين السيادة وين رايح والبارتي وين رايح والاطار وين رايح وليش التيار انسحب كل هذه المفاهيم تشير الى عملية سياسية تعزف لحن الختام لذلك لابد علينا ان نسأل ونستفهم وين رايح التحالفات السياسية شنو مصير الحكومة القادمة وشنو البرامج المطروحة ومن هو هذا الشخص اللي مقتدر على تنفيذ اي برنامج تطرح كتلته تابعونا مع ضيفي عبر سكايب لمناقشة هذه الملفات الدكتور ليث شبر السياسي المستقل اقويان صراع على المناصب وتناسي لبرامج البناء ارحب مرة اخرى بضيفي عبر سكايب الدكتور ليث شبر السياسي المستقل اهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا ومرحبا وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام حبيبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور نسأل وين صفت التحالفات السياسية بعد انسحاب التيار الصدرية والكتلة الصدرية السيادة نشوفها بوادي والبارتي نشوفها بوادي اخر وباتر ما نعرف شي يصير بالجلسة الطارئة باستثناء موقف الاطار اللي واضح جدا رايح في تشكيل الحكومة شكرا جزيلا شكرا لك على اتاحة الفرصة لهذا اللقاء وخليني انطلق انطلق من مقدمتك لان المقدمة هي الاساس يعني في ممكن ان تضع الاساسات لحوارنا وحديثنا خلال هذه الساعة نعم انت قلت لو دولة تحترم نفسها يعني من هذا بين قوسين يعني خلي اوضح لك ما يحدث اليوم في العراق والسبب الرئيسي لما نمر به اليوم واني اتمنى من الآخر ان يسمع رأي الطرف الآخر ما دام هو يعني رأي يراد به خلي نقول ان نطلع من هذا الواقع الأليم وان نفتح افاق جديدة لبناء وطننا ولي يعني القفز على هذه المشاكل او لعلى اقل تقدير وضع حلول الى حقيقية يعني من دون الصدق من دون الصراحة من دون ان تسمع الرأي الآخر لن تستطيع ان تصل الى حلول حقيقية باعتبار ان هذا الوطن لا يمثلك ويمثلني ويمثله فقط وانما يمثل الجميع وفيه اختلافات كبيرة لكن المشكلة اليوم في النظام الحاكم اليوم وفي الدولة العراقية اليوم انها يعني اقدر امثلها مثل سيارة وفيها عشرين محرك يعني شلون استاذ اياس يعني اليوم انت لكل مجموعة من هذه المحركات اللي سميناها محرك الى اجندة خاصة نعم يعني مثلا تجي للبارتي في كردستان الى اجندة خاصة ويشتغل وفق رؤية خاصة وليست من يعني خلنقول ليست متصلة مع الرؤية للواقع السياسي العراقي هو رؤية الخاصة ويشتغل عليها وفق هذه الاجندة وبثلا ايضا يعني حتى ادخل بالعمق فصائل المقاومة او يعني الاطار خلنقول ومثلا يعني دولة القانون حتى هم لديها اجندة خاصة وتسير عليها وفق رؤيتها الخاصة من جهة اخرى مثلا السيد الصدر كان يمثل مثل دولة داخل دولة يعني لديه مثلا جيش ولديه مؤسسات ولديه اوامر فلان وفلان وبالتالي كأنما هناك دولة داخل دولة ولديه وزير الى اخره نعم ولديه جمهوره الخاص وبالتالي انت اليوم حتى تروح ايضا حتى لاي يعني الجماعة يقولون انت تتحدث عن فئة من دون فئة اخرى حتى في المكون السني ايضا لديهم اجندة خاصة قسم منعتهم يدورون موضوع الاقليم مثلا قسم منعتهم لديهم رؤى تختلف تماما وبالتالي انت لا تستطيع ان تسير بسيارة فيها محركات عدة وهسا هاي جزء المحركات مو محركات يعني قوية فيها اكثر من ساق وفيها اكثر من مقود نعم بالضبط استاذ اياس وبالتالي انت ما تقدر توصل بهاي السيارة في اي مكان طيب بس بالتالي ولن تستطيع ان تتحرك اصلا طيب بالتالي دكتور ريث هذه ما يعني تجمعهم اكيد المصلحة السياسية او الوطنية الوطنية بالعلن واحنا نعرف لان ادنا خبرة صارت طويلة مع هذه الكتل السياسية الموجودة في السلطة والتي تكرر نفسها بعد كل انتخابات اليوم احنا نعرف كمصلحة المفروض تجمعهم مصلحة التوافق مصلحة المحاسسة مصلحة اي شيء يسميه في سبيل انه كل كتلة تاخذ نقاط على اساسها تستفيد اليوم وان ذهب التحالفات السياسية بعد انسحاب كتلة مهمة كتلة هي الاولى بالانتخابات كتلة لها ثقل جماهيري كبير اليوم قلت لكاني السيادة في واد والبارتي في واد ماذا نعرف الصورة ضبابية نعم السيد اياس يعني وصفك دقيق الصورة ضبابية يعني احنا نمر اليوم في ظرف خطير جدا بالمناسبة نعم المشكلة قادة العملية السياسية الموجودين حاليا نازالوا يعملون وفق 2005 و2010 يعني لم تتطور ساليبهم السياسية وحتى موضوع ادارة يعني ملف العملية السياسية لم يتطور ابدا وواحد من الادلة على ذلك انهم لم يستطيعوا خلال هاي الاثمانتاعش عام تقديم صورة جديدة للمواطن حتى يكسبوا ثقته من جديد بالنظام لذلك انت تشوف يعني الانتخابات التي مضت والتي قبلها كان هناك عزوف كبير نعم عن المشاركة في الانتخابات وهذه المقاطعة يجب أن يعني يفكر تفكر بها هذه الطبقة السياسية تفكر بها بعمق وليس بسطحية وتشوف فقط النتائج وعمليات التزوير إلى آخر لا الجماهير حينما تعزف عن الذهاب إلى الانتخابات معناتها فقدت الثقة بهذا النظام السياسي وإذا هم يريدون بقاء هذا النظام السياسي فعليهم أن يفكروا بطرق جديدة نعم وأساليب جديدة لكي يستعيدوا هذه الثقة لكن مع الأسف أستاذ إياس نعم أنت وأنا وأغلبية العراقيين اليوم تعتقد أن هذه العملية السياسية في وادي والمواطن العادي أو الأغلبية الشعب العراسي في وادي من خلال من خلال عملنا اليوم في البرامج السياسية واستضافتنا مختلف الشخصيات التي لها علاقة بالكتل السياسية والمستقلة والتي تعمل في التحليل السياسي أنا أقول لك بعض الناس اللي لهم علاقة بالكتل السياسية بعض المحللين الأصدقاء الأخوة الأساتذة تحدثوا بأنه الكتل عازمة على التغيير عازمة على التغيير من أسلوبها عازمة على التغيير من سلوكها طبعاً هنا أحب بس أروح بتفريعة على كلامك المفروض نحن النظام الديمقراطي والأغلبية تحكم اليوم نحن بنسبة الانتخابات الأقلية تحكم الأغلبية وظلال ما تفرزه الأقليين عكس على الأغلبية السؤال هنا أنت من خلال ما تسمعه من الأصدقاء من المتنفذين أحياناً تأتيك تسريبات هل تشعر بأن هناك جدية في تغيير السلوك السياسي؟ شكراً أستاذ إياس حقيقةً نحن بس ما نسمعه وإنما نخوض نقاشات معمقة مع الموجودين في قادة العملية السياسية أو على أقل تقدير مع الأشخاص اللي يمثلون هذه العملية السياسية في الخطة الثاني ومنقاشاتنا عميقة وصريحة وممكن هذا أيضاً سبب آخر في عدم تطور العملية السياسية أن النقاشات الموجودة اليوم لا تتسم بالصراحة والمصداقية أحنا أخذنا على عاتقنا رغم الأخطار ورغم بعض التهديدات ورغم بعض الأحيان يفهم كلامنا بالمقلوب ويعني توضع له علامات ليست يعني ليست نقصتها تماماً لكن مع ذلك أخذنا على عاتقنا أن نتحدث بصراحة سواء كانت القيادات الكبرى في العملية السياسية أو الخط الثاني لكن المشكلة الكبيرة يعني أنت أستاذ إياس كم مرة سمعت في لقائك كم مرة سمعت قاله كلنا مسؤولين عن ما يجري في البلاد يعني كل الطبقة السياسية مسؤولة عن ما يجري وصار سنوات بهذا الخطاب مو صحيح نعم من قلب نسبة الانتخاب سؤالي سؤالي لهم يعني يكررون هذا الكلام أقول طيب وين يعني المسؤولية هي المسؤولية أن نتحدث ونقول أننا مسؤولين لو المسؤولية أنه كيف نستطيع أن نغير إذن ما دام إحنا نعترف إذا الاعتراب بالخطأ هو أول شيء يعني أول الطريق لتصحيح المسار إذا أنت تعرف أنك مسؤول عن ما جرى خلال 18 عام إذن وين الفعل الفعل الباقي حتى تتبين أنه هذه المسؤولية أثرت عليك بحيث يعني الفعل تقصد ممكن التنحي ممكن الاعتزال ممكن فسح المجال أمام الرؤى الجديدة أمام الأجيال الجديدة لكن أحب بس أزيد عن ما تحدثت بي أنه كلهم مسؤولون من تجي تقول له إذن أنت مسؤول عن حقبة الفلانية الحقبة الفلانية اللي كنت بيها وزير كنت بيها صاحب منصب معين يقول لك لا مو بس آني آني ما اشتغلت وما قدمت لأن الآخر لم يدعني أو لم يفسح لي الطريق هنا يتنصل من تكون من تجي تتفصخ الأمور على حدة كل شخص تسيله سؤال معين هنا رح يضيع علينا ربما هي مغازلة للمشاعر العراقية اللي مجرد ما تعتدر منها تبرد هذا الاعتراف اشتاذ ياس هذا اللي تقوله صحيح بس آني حتى حتى نكون نحن يعني نصل مضي علينا الأفكار بل ضبط أولا المسؤول الأول عما يجري هم قادة العملية السياسية الكبار واضح يعني من هو قادة العملية السياسية الكبار اللي صاروا من 2003 وثلاثة حتى هذه اللحظة يقودون البلاد يعني هم عشرة اثناش وخمسطعش قد دخلت جوز قيادات جديدة في العملية السياسية هذول هم بالحقيقة المسؤولين الأوائل يعني الخط الأول المسؤول عما يجري لذلك التغيير سواء تغيير السلوك السياسي أو تغيير معايير العملية السياسية أو التجديد أو التحديث يجب أن يكون يبدأ من هؤلاء أما البقية فهما تبع يعني الآن أنا وأنت حينما ندخل مثلا في حزب سياسي نعم رح نطبق على أقل تقدير أجندة هذا الحزب السياسي بالضبط سواء كانت أجندة يعني نحو المصالح أو الصفقات إلى آخره فبالتالي أكيد مئة بالمئة حينما تسأل وزير حينما تسأل مسؤول أو أي مسؤول في الدولة أو أي وظيفة إدارية رح يتنصل من هذه المسؤولية حينما تأتي إليه فرادة طيب لكن أحنا دام لذلك أستاذ إياس خلي هذه الفكرة شوية مهمة لذلك يعني صارنا أكثر من حقيقة أكثر من عشر سنوات والله ننادي بأنه تعالي يا أخوان أنت قادة العملية السياسية بعد ما أخذت الحكوم واعترفت بالفشل وصح كانت الظروف يعني والتحديات كبيرة إذن تعالوا قعدوا أنتوا سووا مجلس حكما سووا مجلس الاتحاد مجلس الاتحاد مثلا مهم جدا في العملية التحديث اللي تقول عليها هذا سؤالنا بالمحور الثالث هذا سؤالنا عن البرامج الحكومية وسؤالنا عن مجلس الاتحاد للسياسات استراتيجية مجلس الاتحاد مثل مجلس العموم مجلس الشيوخ هاي المجالس اللي يضم الحكماء الكبار ذوي الخبرة في العملية السياسية فراح أجل هذا السؤال خليني أبقى في ماشي بمحاوري وهذا السؤال لازم أخذ من جنابك جواب اليوم يقال بأنه بيضة القبان تسلمها البارتي والسيادة من التيار الصدري لأن حتى النواب الاحتياط ما يمكن أن يمروا إلا بتصويت الأغلبية يعني لازم يحضرون تتوقع حضورهم بالجلسة اللي يتم بها التسويت على البدلاء السيادة والبارتي السادية سولا خلي أقول لك ما أكعدنا بيضة قبان الآن في العملية السياسية هو صدر بكتلت اللي تجاوزت يعني أكثر من سبعين لم يستطع أن يكون بيضة قبان أنا أقول لك بصراحة البيض كله مكسور والبيض كله فاسد حتى نعم تشوي يعني حتى نقدر نوصل إلى يعني المفهوم صحيح ما أدنا بيضة قبان اليوم مدام هذه الكتل السياسية لا تستطيع أن تبلور مشروع وطني حقيقي ولا تستطيع أنت تعرف في الفترة السابقة كان مثلا الإطار يتهم البارتي والسيادة باتهامات عديدة صح لكن اليوم هو هو اليوم رايح يريد يسوي يعني تحالف معهم وأنا أشوف هو هذا التناقض سببه شنو سببه واضح جدا سببه أن هذه الكتل السياسية ليس لديها مشروع واضح بحيث تتكلم به مو مثل الدول الدموقراطية يعني في في أوروبا مثلا المتقدمة حتى في أمريكا مثلا يعني إحنا ما دام قبلنا بنظام دموقراطي فمعناها كل الأحزاب التي تأتي في هذه العملية الدموقراطية يجب أن تبنى على البرامجيات يعني مثلا اليوم لدينا حزب مثلا ينادي بالأقاليم مثلا هذا الحزب ووقفه من الأقاليم يقول لدينا أقليم الجنوب وأقليم الوساط إلى آخره وينادي بهذا العملية وعد أشياء أخرى مثلا حزب آخر وطني لبراي مثلا ويتعامل مع المكونات على اعتبار انتماءها العراقي وليس على اعتبار انتماءها المكونات الشيعي سني كردي أقليات إلى آخره نعم فإحنا حتى هذه اللحظة قلنا بعد 18 سنة عفوا لم نستطع أن نبلور أحزاب دموقراطية ولذلك ما يحدث بالساحة اليوم كل حتى في موضوع حس التشكيل الحكومة حتى في موضوع المفاوضات اليوم الوفد مفاوض من من حزب البارتي يعني رايح الحسنية خصوصا هو مع بن كين ركاني يعني أكو مقبولية لدى الإطار من هذه الشخصية وشخصيات أخرى فممكن تمشي مفاوضاتهم بن سيابية ونشهد تشكيل حكومة خلال أقل من شهر شوف أولا يعني محبت لسيد بن كين ركاني شخصية يعني صادقة ومعتدلة وتستطيع أن تستمع للآخر بكل جدية واختيار طبعا سيد بن كين جاء لهذا السبب من قبل البارتي يعني لم تختر شخصية أخرى لأن سيد بن كين لديه علاقات طيبة وبالأساس هو يستمع للآخر بصورة دقيقة وهذا أبر جيد لكن حينما سيدخل المتفاوضون بالتفاصيل يعني بعد الإرهاصات السابقة في عمليات يعني شسميهاني في عمليات التخوين في عمليات أنه يعني ضرب أربيلي لآخره أنت رح تدخل في مفاوضات تكاد تكون عقيمة لأن المشروع الأربيلي مثلا يختلف عن مشروع الإطار اللي مثلا نصفة من المقاومة وبالتالي أنت اليوم ماذا سيفعل مثلا الإطار في موضوع رئاسة الجمهورية لأن هذا أيضا مهم وركن أساسي في المفاوضات ركن أساسي أيضا قرار المحكمة الاتحادية اللي رافظة البارتي ومأيدا الإطار نعم وقرار المحكمة الاتحادية في موضوع النفوط وحتى في موضوع وقالوا نفوط كلها نعم وقلت لك بس في البداية رئاسة الجمهورية هي الأساس اليوم العقبة الرئيسية هي موضوع رئاسة الجمهورية هل سيتخلى مثلا الإطار عن حليفه الذي وقف معه في موضوع عدم تشكيل حكومة أغلبية الاتحاد أم أن البارتي سيتخلى على مرشحه وسيذهب إلى مرشح الاتحاد هذه معظلة كبيرة وإشكالية كبيرة في المفاوضات لذلك لن تنفع موضوع يعني اختيار السيد بن جين أو أي شخصية معتدلة أخرى طيب اليهس الحديث عن حكومة أو مصير حكومة بدون السيد الصدر هناك من تحدث بعد حكومة السيد العبادي وقال بأنه ما ممكن أن تأتي حكومة بعد حكومة السيد العبادي تكمل أربع سنوات كاملة مدتها الدستورية والقانونية هل قد ممكن تكمل وتقاوم الحكومة المقبلة أولا يعني قبل ما نقول هل سيتم تشكيل هذه الحكومة لأن هناك عقبات كبيرة أمام مثلا الإطار اليوم الذي يعني نبترض جدلا أنها شكلت بدون السيد الصدر خلي أقول لك أول مرة شنو العقبات المهمة يعني بصورة سريعة أولا يجب على الإطار أن يشكل أغلبية وهذا الموضوع يعني يحتاج إلى عمل وجهود كبير ثنيا بعد ذلك يجب أن يشكل ثلثين لأنه يعني قرار المحكمة الأخيرة رح ينسحب على كل الانتخابات المقبلة سينسحب عليها وسنقع في محاذير كبيرة في موضوع الانتخابات المقبلة وفي هذه اللحظة وتشكيل الحكومة إذا بقي قرار ثلثين يعني موجودا في موضوع البرلمان يعني مئة بالمئة سيودي بتشكيل أي حكومة ثم بعد ذلك إذا استطاع الإطار تشكيل أغلبية وأن يهيئ الثلثين للدخول إلى البرلمان وانتخاب رئيس جمهورية بعد ذلك كما قلنا قبل قليل تأتي المفاوضات مع هذه الكتل التي كانت يعني كانت بالضد النوعي منه ولو كانت الأمور مثلا قبل ما تصل إلى هذا الحد من الأضداد النوعية أو من الخلافات الكبرى كان أقولك ممكن أكو إمكانية في أن يدخل المفاوضات وهذه العقبات الثلاثة تنتهي لكن أرجع إلى سؤالك حتى لو فرضا ويعني بالشافعات تم تشكيل هذه الحكومة من دون السيد الصدر إذا هنا أمامنا خيارين أما أن يذهب الإطار بيشكل الحكومة بالطريقة القديمة ولا يحمل المشروع جديد وإنما يحمل مشروعه القديم اللي هو مشروع المحاصصة ومشروع تقسيم الوزارات على المكونات وبالتالي هذه الحكومة لن تصمد طويلا يعني أولا لديك جمهور صدري متحذر لأي توجيه في موضوع يعني اقتحام الخضراء أو يعني أي طريقة أخرى واحتصام بدني أو أي شيء أو مظاهرات جديدة ثانيا لديك أيضا جمهور آخر مو فقط الجمهور الصدري هذه أيضا نقطة مهمة مزيد لديك جمهور آخر يعني الأغلبية الصامتة ما يحدث الأغلبية الصامتة اللي ما صوته الأغلبية الصامتة نعم فهذا الخيار لن يعني يعني يجعل الحكومة عمر طويل طيب بل يمكن أن يكون أشهر لكن أكو خيار آخر لو ذهب إليه الإطاريون وأنا تحدثت معاهم بكل صراحة وممكن بعد ذلك أن تسني أي سؤال آخر وهو الذهاب إلى المبادرة الإطارية قبل ما ينسح بالسيد الصدر حينما قبلوا بالمستقلين بأن يشكلوا حكومة وطنية وهذا الموضوع سيجعل السيد الصدر أولا يعني على أقل تقدير يفكر كثيرا إذا يريد يحرك الجماهير وأيضا يعطي بعض الثقة للجماهير بأن الإطار يعني لا يريد هذه المناصب مثل ما قال هو على أقل يستوعب بعض الجماهير الأخرى وبالتالي إعطاء الفرصة اليوم للمستقلين هو إنقاذ ولكن أستاذ إياس كل هذا الأمر لن يتم بحكومة دائمة يجب أن تكون هناك حكومة انتقالية سواء كانت نعم انتقالية سواء كانت إطارية أو سواء كانت من المستقلين مهمتها موء الإعداد فقط للانتقابات المبكرة لأن الانتقابات المبكرة لحالها ما راح تأدي شيء سعر راح تخلينا نقع في نفس البحذور وفي نفس الإشكاليات وبالتالي في نفس الإستداد الموجود حاليا يجب أن يتحرك البرلمان ما دام هناك صارت قوة برلمانية جديدة من دون التيار الصدري وأعتقد هذه فرصة من دون الانتقابات المبكرة الصدري يعني خلينا نقول مشاغبين يعني خافزعلون علينا قصب يعني في مجلس النواب لا تمر الأمور بسهولة اليوم يستطيع 73 النواب الجدد مع قوة مدنية أخرى موجودة في البرلمان مع تفكير سياسي جديد للإطار يستطيعون أن يحركوا شيئا من القوانين حتى لو هم يضحون ببعض المكتسبات نعم طيب من خلال خبرتك ومتابعتك ومعايشتك للوضع السياسي وللسياسيين تتوقع الإطار وين ذهب بأي خيار من اللي طرحتهم والله يعني خيار حكومة التوافق والمحاصصة أم العودة إلى مبادرته بتشكيل حكومة وطنية من المستقلين حسب لقاءاتنا وياهم مع قياداتهم هم يفكرون بالخيارين سوية لكن المشكلة أستاذ إياس أنهم لا يفكرون بالطريقة الصحية حوالي أقولها يعني متألمة اللي قال لهم مجأ يعون المشاكل الخطيرة التي يمر بها يمر بها العراق اليوم أكو جناح آخر ونحن لدينا معلومات يعني مهمة في هذا الموضوع هناك جناح آخر يسير يعني خلينا نقول تحت البساط أو مثل الموية اللي سايحة والأخوان يعني منشغلين بصفقاتهم أو مشغلين بتشكيل الحكومة وفق رأيتهم أكو جناح آخر منتظر ينتظر ساعة الصفر للانطلاق خاصة إذا اليوم يعني القادة السياسيين فشلوا في تحقيق تشكيل حكومة وفق رؤية جديدة هذا هو الأساس أن تشكل حكومة أستاذ إياسو وفق رؤية جديدة حتى يسحب البساط من كل من كل الأطراب تمام وهذا ما يأكدون علي دكتور ليث هذا ما يأكدون علي بلقاءاتنا معهم بأنه الرؤية مختلفة السياسة الجديدة السياسة مختلفة سنعيد في محاولة منهم لإعادة الثقة هنا عندي تفصيلة بالطرحين اللي طرحتهم قلت لي يميلون إلى الخيارين يعني بعد أكونية للتوافق والمحاصصة والاستفادة والأخذ المغانم من السلطة رغم كل الآهات والويلات ورغم كل المقاطر اللي قد تعصف بالعملية السياسية ومناصب السياسيين لكن أنا أسأل من أسمي حكومة مستقلين وحكومة وطنية هذه صير بالدول الدستورية اللي بيها دولة مؤسسات احنا دولتنا تعرف كل الزين يعني دولة بيها نوع من مراكز القوة أو هي مراكز قوة سميها ماشيت مثل ما يرى الكثير من المراقبين هو مجرد الاسم رح يختلف طيب الدعم النيابي شلون الصلاحيات لهذه الحكومة كيف رح تكون محاربة الفساد اللي هو أهم شيء ينتظر الشعب اللي بسبب فقد الثقة بالسياسيين شل رح تنفذ هذا السؤال مهم احنا يعني عرجنا في بداية الحديث عما يجري اليوم في العراق وبيننا بالمثال ذلك وهذا الأمر هو واضح لكن إذا كانت هناك إرادة سياسية نعم في موضوع تغيير السلوك السياسي مثل ما سميته أنت وأنا أسميه في تغيير النظرية السياسية يعني يجب أن تكون لدينا نظرية جديدة يتفق عليها ما نريد أقول الجميع على الأقل يتفق عليها أغلبية القوى السياسية وهذا لسببه السبب الأول أنهم اليوم في وضع لا يسمح لهم بالمضي وفق نظريتهم القديمة لكن مع الأسف السادة يعني ما شفت لحد الآن حتى لو كان هناك حديث مثل ما قلت أنت لكن ما شفت هناك فعل يعني فعل على الأرض يؤكد أن الأخوة الموجودين الآن حتى في موضوع يعني قد يكون حش تبيدة مثل ما يقولون هنه يقول لك طيني الحكومة وشو فيان اتغيرت لو ما اتغيرت شون ممكن يقدم لي فعل السادة لا الحكومة ما إله دخل حقيقة عن تشكيل الحكومة الحكومة هي صدى للقوى السياسية الموجودة التي تشكل هذه الحكومة هي صدى صح إذا كانت القوى السياسية اتفقت وفق نظرية جديدة وفق مبدأ جديد وفق رؤية أخرى وفق تنازل عن مكتسبات يعني النظام ومختلف تبار على القوى السياسية ويقس عليهم كثيرا لن يستطيع لا هو ولا فريقه أن يؤثر شيئا في الحالة السياسية وحتى في الحالة الإدارية لا لابد لهذه القوى السياسية أن تغير سلوكها وبالتالي الحكومة سيكون صدى طبيعي لها حتى لو يجبون رؤساء وزراء سابقين حتى لو كان لديهم نظرة أخرى أنا أقول الآتي أنه الحكومة هي صدى للقوى السياسية تحسنت القوى السياسية ستتحسن الحكومة صحيح سأتثث سؤل حكومة زين أرجع إلى ملف الكتلة الصدرية وانسحاب الصدريين شنو مشروع الصدريين أو السيدة الصدر غير الأغلبية الوطنية بهذا الواقع خصوصا أنه خصومة يقولون أنه ما يمكن أن يستطيع سيدة الصدر الضمان اللي المتحالفين مع باقي أجنحة أو جناحي التحالف الثلاثي اللي هم السيادة والبارتي نعم نعم شوف أستاذ يعني مشروع غير الأغلبية الوطنية على أرض الواقع وشنو تتوقع ممكن يكون أولا خلي حتى نكون واضحين رغم أنه المشروع هذا بالاسم يعني جذاب وحلو وجميل وباعتبار أنه هناك تغيير في التحالف الطولي متحالف العرض السابق متحالف المكونات لكنه بالأساس ضمن المعادلة نفسها يعني ضمن معادلة المحاصصة يعني لم تكن لم يكن مشروع الأغلبية يحمل مفهوما يختلف عن المحاصصة أبدا بل حتى في الطرف المناوئ لمشروع الأغلبية كان هناك مقبولية في أن يأتي قسم من هذا الطرف لحكومة الأغلبية وبالتالي يعني سيد الصدر أراد خلينا نقول كسر المعادلة من داخل المعادلة نفسها واني قلت من أول يوم هذا المشروع سيفشل ولن ينجح لأن المعادلة الحالية هي معادلة التوافق ولن يستطيع الصدر كسر المعادلة من داخل المعادلة طيب اليوم هناك فرصة جديدة للقوة السياسية الحالية نعم بعد تخلي الصدر وهو تخلي طبعا يعني تخلي خاسر رغم أن يعني أنه مثلا مثل ما أنا بيّنت أو مثلت في لقاءات سابقة أنه ترك الملعب بالطوبة والساحة وصعد مع الجمهور وبالتالي خلى الأطراف الأخرى مستنفرة خلىها قلقة ما تعرف شنو بالضبط ماذا سيتحرك نعم وين يتجاه الصدر وخاصة اليوم بعد البيان الأخير للصدر اليوم اللي يعني بيّن بي أنه أنه لم يرد الإجهاز على ما بقي من العراق وبرأ الساحة الإيرانية من الضغوطات بخطابنا النقطة الرئيسية أنه دعا القوة السياسية المتحالفة معه سابقا في أنه تعتزل أيضا يعني هذه العملية الانتخابية ما رد أقول العملية السياسية طيب وبالتالي يعني أقول خلى القوة السياسية الآخر الأخرى قلقة يعني أرجع لكلامي هو حقيقة خسر لأنه كان يمتلك قوة برلمانية البرلمان كان يمكن أن يؤسس لقوانين مهمة قد تضرب الطرف الآخر قد تؤدي إلى تصحيح المسار وفق رؤيته وأيضا بنفس الوقت حتى الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال نعم حتى هذه الحكومة كانت هو الأكثر سيطرة عليها باعتبار أن الحكومة لا تستطيع أن تقف ضد التحالف الثلاثي حتى لا تستطيع أن تشاكس التحالف الثلاثي كما تعلم كان عند البرلمان وكانت عند الحكومة وتخلى هما فجأة المهم اليوم أكو فرصة للقوة الأخرى للقوة التي صعدت من جديد والقوة القديمة أن على أقل تستفيد مما جرى خلال هذه ثم هنا السؤال يقدرون يفكرون بعمق يقدرون يستطيعون أن يؤسسوا لبشروع حقيقي جديد يستطيع إقناع القوة السياسية وإقناع الشارع وحتى إقناع القوة الدولية هذا تششوف دكتور حتى هذه اللحظة بصراحة القوة السياسية تعمل بكلاسيكية قديمة حتى في موضوع النظر إلى المستقلين تعمل بكلاسيكية قديمة ولا تستمع لأطراف جديدة في العملية السياسية حتى لو كانت خارج البرلمان طيب مدخل المحور الثالث ثمانية أشهر وحسم منصب رئيس الجمهورية والحكومة وتشكيلها وأقرار الموازنة وثمان سنوات وأنهار العراق ستجف هنا نحتاج برنامج حكومي أكو شيء اسمه برنامج حكومي وثيقة تتوقع بين الحكومة وبين البرلمان هذا يكون يلزم رئيس الوزراء بأن يطبقه انكتب زمن السيد عادل عبد المهدي وما تنفذ منه شيء ولا حكومة سيد الكاظمي شنو يعني هاي البرامج الحكومية يعني كلمة مستهلكة حبر على ورق أو لتمشية وتمرير رئيس الوزراء تعتقد دكتور لي أوه أستاذي يعني البرامج الحكومية أصبحت حقيقة نكتة سبيجة أنت تعرف اليوم راجع روح راجع البرامج الحكومية لكل الحكومات وآخرها يعني قبل حكومة الكاظمي حكومة عادل عبد المهدي من قراءة البرنامج وإحنا طبعا شاركنا أيضا في قسم من عنده نعم يعني قلنا خلاص هذا البرنامج سينقل العراق إلى مصافي الدول المتقدمة أو على أقل سينقذ العراق من حالة الفشل المستمرة لكن هذا البرنامج لم يعني لم يستطع رئيس الوزراء بالعمل عليه يعني طيق مثال بسيط مثلا رئيس الوزراء فكريا وبرامجيا كان مثلا ضد العمل بالوكالة كمثال يعني على المفهوم الإداري يعني كان ضد مفهوم الوكالة يعني 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 يعين شخص بالوكالة ويجب أن يكون التعين دائما بالأصالة يعني هذه نقطة مهمة يعني التعين بالوكالة سيضعف من المسؤول الإداري ويقلل من صلاحياته وبالتالي يعني يعني يبقى وإحنا عدنا تقريبا أكثر اليوم من يمكن أكثر من عشرين ألف ما عندي إحصائية دقيقة شخص بمناصب عليا سواء كانوا بالحكومة المركزية أو بالمحافظات أو بالإقليم يعملون كلهم بالوكالة يعني إنما من إجهة عادل عبد المهدي في هذه الحكومة عين كل الأشخاص من مدير مكتبة إلى آخر واحد بالوكالة فأنت هذا اللي كان ضد الوكالة ضد الوكالة هذا اللي كان ضد الوكالة ويحملها فكرة روال منها يعني أتحدث لك بهذا الموضوع يعني على صلة وثيقة يعني هنا لازم أسئلك هذا السؤال حتى تسترسل لأن ظهر سيد عادل عبد المهدي ينصدم بجدار كونكريتي مثل اللي يخلوه من المنطقة القضراء الشون أو ما مدى إمكانية أن يكتب رئيس وزراء أو رئيس حكومة برنامج حكومي شوفوا الإزدواجية بايش قمنا نفكر يقدم خدمة للناس وما يزاحم مع مصلحة السياسيين الفضل شون والله ساذ إياس بصراحة أحكي لك والله يعني أتمنى ما أتحدث هذا الحديث بس إحنا لدينا برنامج وطني ومشروع وطني كبير في موضوع يعني في موضوع على أقل إنقاذ البلاد من هذه الهاوية وبالمناسبة تدري أقول لك في شي جديد أنا في هذا البرنامج يعني لن نذكر مثلا محاربة الفاسدين ويعني القضاء على الفساد هذا موضوع القضاء على الفساد أصبح قضية يعني كلام فقط وحبر على ورق ولن يعني لن يستطيع أي شخص مهما كانت قوته في هذا النظام يعني في هذا النظام أن يقضي على الفساد لأن الفساد اليوم أصبح في كل مكان في يعني في عقل الدولة خلينا نسميها إذا كان هناك عقل للدولة اليوم وموجود في كل جسد الدولة وبالتالي أنت شون تستطيع تقضي على الفساد ما هي تقضي على الدولة كلها على كل يعني الكانتونات الإدارية والحزبية والسياسية الآخرة نحن نقول في موضوع الفساد طبعا هذه رؤية جديدة تختلف عن ما هو موجود نحن نقول اليوم إذا كان الفساد استهلكنا فخلينا نحول هذا الفساد إلى منتج الركن الأول كما قلنا هو أن تتوفر هذه الإرادة السياسية ما أريد أن أقول من جميع القوى السياسية وأنا ما من أغلبيتها أغلبية القوى السياسية إذا توفرت لديها إرادة سياسية في تصحيح المسار رح يكون الوضع أسهل طبعا على من يختاره لتشكيل الحكومة يعني مثلا إذا كانت هذه القوى السياسية اليوم تتفق مع البرنامج الحكومي وفق رؤية مجموعية خلي شوية أطلع من النظرية خلي أروح على التطبيق لأن الناس من له حقيقة من التنظير هو أردو شي عملي شي عملي يعني مثلا أنا ما أريد أضرب الأمثال على نفسي بس أقول مثلا لو كنا نحن في موقع المسؤولية اليوم نعم الحكومة يجب أن تفكر يعني بشلون بمجالين أو بمحورين أولا المحور السياسي والمحور الإداري يعني إذا لم تستطع الشخصية التي تتولى منصب رئاسة الوزراء أو حتى المناصب الأخرى في أن يكون لديها فكرة كبيرة وفكرة عميقة في موضوع المجال السياسي والمجال الإداري ستفشل يعني شنو مثلا يعني اليوم أنت كرئيس وزراء يجب أن تكون بنفس الوقت سياسي وقاعد مع الكتل السياسية وهناك مجلس مخصص تخصصه هذه القوى السياسية يجتمع بها رئيس الوزراء اسبوعيا مو بس مجلس الوزراء الفشل للحكومات ترى الآن وأنا طبعا مراقب هذا الموضوع جيدا أن رئيس الوزراء حينما يختار ويحط برنامج الحكومي وين رح يدخل دوامة الإجراءات الحكومية ويدخل وين بمجلس الوزراء صحيح ومجلس الوزراء كل إدارة يعني كلفت فلسفة إدارية تكاد تكون فلسفة متخلفة لم تتطور وبالتالي يدوخ رئيس الوزراء ومن الجهة المقابلة الكتل السياسية تريد حصتها صح صح وما يحيعرف شون يحل الموضوع لذلك سيد أستاذ إياس عمليا عمليا رئيس الوزراء يجب أن يكون سياسي محنك ويدخل مع القوى السياسية في اجتماعات اسبوعية مثل مجلس الوزراء ما يختار ما يختار لأن نحن يروح سائل وزراء أول ما يصبح رئيس وزراء وكأنما إذا علم الكتل السياسية ويبدأ يصطف يستغل يلعب على وتر العاطفة بأنه أغلب الشعب متذمر من هذه الكتل السياسية ويرى فيها ما يرى وبالتالي وأن المصطفل الشعب يبدأ يكشف عن الحكومة السابقة والخزائن الفارغة والتركة الثقيلة من الفساد وليس بيدي عصى سحرية هذا الخطاب يجب أن يغير رئيس الحكومة الجديدة دكتور ليس أنا وياك هنا مو بس في سبيل النقد وجلد السياسي وغيرها لا احنا في سبيل تقديم النصح والرؤية عسى ولعل أن يستمع عنه هنا وقت يبدأ يشارف عن الانتهاء فلازم أفتح وياك ملف مهم ألا وهو ملف مجلس الاتحاد مثل ما قلت في البداية بالدول اللي تحترم نفسها يكون بيها مجلس من خبراء حكماء شيوخ يخلوه خطط عشرية وخمسية وخطط استراتيجية بعيدة المدى هذا الموضوع ما موجود من نريد نخلي الحكماء نقول لازم ناس ذوي خبرة خبرة بالعمل السياسي والإداري اللي شفناه من الكتل السياسية دكتور ليس موما الناس أسلمهم مجلس هيتشي لو أنت شش شوف لا طبعا احنا دخلنا في نقاشات معمقة في موضوع مجلس الاتحاد ووصلنا ثق استاذ اياس ووصلنا إلى يعني حتى اختيار الشخصيات واختيار خاصة خلال هذه الفترة وكيف يتم اختيار الشخصيات وقوة سياسية كيف تختار لأنه مجلس الاتحاد رح يكون مشترك قسم من عنده 51% انتخابات يعني فئات محددة من الناس مو أي واحد يعني يجخل لمسلس الاتحاد مثل أساتذة الجامعات مثل يعني القضاءات المتخصصين الاخري وتسعة واربعين بالمئة ترشحهم القوة السياسية كل هذا كل هذا كل هذا استاذ اياس والله هاي طريقة ناجح حد فتور ليت انتجيب كتن سياسية مو نعيد نفس الكرب شوف انت اليوم في كل حل اذا كانت الحلول شائكة والمشكلة معقدة جدا فيجب ان تذهب الى تجزيء هذه المشكلة وتخليها على اساس حلول انتقالية فلذلك احنا هذا الحل هو حل مؤقت يعني يبدأ في تأسيس مجلس الانتحاد ثم بعد ذلك يعني بعد سنتين خلي نقول بعد مثلا سنتين من تشكيل الحكومة نعم ومن تهيئة للانتخابات الجديدة بقوانين وطنية وهذه نقطة كلش مهمة استاذ ياس خلي اذكرها يجب ان يكون لدينا قانون انتخابات وطني هذا القانون للانتخابات الموجود يا اخ هذا قانون ما البلديات والله ما المال مجلس النوار وبعدين انت اذا تروح القانون القديم قانون المناطقي هم راح يكون قانون مال مجالس محافظات مو قانون مجلس النواب نعم يجب ان يفكر مجلس النواب الحالي والقوة السياسية الموجودة بقانون انتخابات وطني ما رد اقول العراق طيب لش منقول انه يجب من مهام الدورة الجديدة حكومة وبرلمانا ان تغير الدستور ومما يؤدي الى تغيير ممكن شكل النظام السياسي بلا شك هل يجب هذا اسهل من اناذب بهذه المتاهات او هذه التفريعات دكتور استاذ ياسو لو كان عندنا احنا ارادة سياسية حقيقية كان حلينا المشاكل باسهل ما يكون مثل ما قلت ايتي بس استاذ ياسو مهم انت اليوم عندنا من اول ستة شهر قال تعال حدثوني وغيروا قسم من المواد وصار لحد الان 19 سنة لم يتغير شيء او الاسباطعة السنة من الاندستور 2005 صح الاسباطعة السنة لم يتغير شيء فاكيد يعني لو كانت هناك ارادة سياسية من زمن حلت الاشياء بس مع الاسف مع الاسف ما زال السياسيون يفكرون بالطريقة القديمة الكلاسيكية التي عفوا عليه سؤالي الاخير ما اضرب دقيقة انت دقيقة يسمح ان السيد مخرج دقيقة كيف تقرأ الواقع القادم اكو من يروج او يشيع الى احتجاجات قادمة وهالمرة الاحتجاجات اذا صارت ممكن تختلف وتكون مختلفة عن السابقة على صعيد الحاكم والمحكوم لكن الواقع بتجرد انت شون تشوف القادم من بداية السنة الجديدة كيف تقرأ الوضع السياسي الوضع الاجتماعي بعجالة والله يعني يعني خوب احنا انتفاعل ان يكون القادم جيد بس المعطيات والمقدمات الموجودة الآن استاذ اياس تشير الى نتائج حقيقة اقل ما يقال عنها نتائج سلبية وقد تؤدي هذه النتائج السلبية الى وضع خطير في العراق خاصة ان نحن نمر في ظرف ايضا عالمي خطير وممكن في اي لحظة يصر عندنا ازمة مياه وازمة غذاء وازمات متعددة قد يعني تأتي للبلد خاصة تصحر الى اخره الجفاف انت قرد هذا الموضوع في تقريرك طيب الموضوع الاهم ان يفكر اليوم القادة السيوسيون بطريقة جديدة تختلف عما فكروا عليه بالسنوات السابقة السياسي المستقل الدكتور ليث شبر شكرا جزيلا لهذا الطرح وشكرا جزيلا لتلبيتك الدعوة واستمتعنا كثيرا باللقاء شكرا جزيلا شكرا تحياتي اذا مشاهدين الكرام قبل الختام نختم بما قاله دكتور ليث شبر نحتاج الى طريقة جديدة ونبتعد عن الكلاسيكية فهل تسمعون وهل تسمحون وهل ستنفذون الله اعلم شكرا جزيلا شوفكم باشر ان شاء الله شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا